طيب الحمد لله اتمنتوا على كل الأمور الخاصة بالفرقة يمكن محمد هاني شوية في صعوبة لحقه بالمراوة وإن كانت المحاولات الطبية بتبزل نتمنى إن شاء الله إذا ما قدرش يشارك يكون جاهز على مقاعد البودلاء لكن شفنا كمان اهتمام بعثة أو مسؤولي نادي كايزر تشيفز بتكريم الأهلي وتبادل مسؤولة النادي فنلة كايزر تشيفز مع الدكتور محمد شاوي رئيس النادي اللي أهداها أيضا فنلة النادي الأهلي في وجود مستر بيتسو موسماني اللي زي ما قال فاروق صلاح كان الرجل سعيد جدا بهذا التجديد والأوساط حتى في جنوب أفريقيا استقبلت مسألة الحفاظ على بيتسو موسماني وعلاقته مع الأهلي كان لها أصداء إيجابية جدا وده يمكن جزء من صناعة المناخ العام للفريق في البطولة كل حاجة لها توقيتها أستاذ إبراهيم ده توقيت موفق جدا صحية الرجل يسافر وهو مجد صحية طيب المدير الرياضي الكايزر تشيفز في تقرير أيضا من هناك كلامه عن الأهلي وعن المباراة نشوفه بيحب يرحب بالنادي الأهلي ويقول إنه ده شرف كبير جدا إن النادي الأهلي يقبل إنه يجي يتمرن على ملعب كايزر تشيفز وبيتمنى للحظ الوافر إن شاء الله في المباراة اللي جاية على عملاق أفريقيا ووجوده في النادي النهاردة مستر كايزر الموسم الماضي كان الأهلي وكايزر تشيفز كانوا مترفسين وصلوا لنهاء البطولة الأفريقية وفاز الأهلي هل الأمر ده يعني ما كانش فيه نقطة أو مشاكل بالنسبة لكم إن أنتم تصديفوا النادي الأهلي بالعجس إن ترحبتوا بهذا الأمر طبعا وبيقول إحنا قابلنا للأهلي مرتين والمرة الأخيرة ما كانتش فحظهم النتيجة ولكن دي كانت نقطة التحول برضو في النادي اللي هو بيتعلم منهم يتعلم من الموتش والمباراة كتير يتعلم من الأداء الجيد والتكنيك في طريقة اللعبة من الأهلي وهم على طول بيحاولوا يتعلموا من النادي الأهلي كأكبر نادي في أفريقيا ويحصل على عشر أرقاب قبل كده أفريقيا وده دايما يعني بيحفزهم إن هم يتعلموا من الأهلي وشرف ليهم إن هم يلعبوا مع الأهلي ويوصلوا إن هم يقدروا يلعبوا مع النادي الأهلي عايزة أسألوا إزاي شايف النادي الأهلي كواحد من أندية القرى السمراء نظرتهم للنادي الأهلي وانطبعهم عن النادي الأهلي إزاي طبعا في الأول لو نتكلم عن النادي الأهلي نتكلم عن نادي القرن وأكبر نادي في أفريقيا فده حاجة الوحيدة يعني حاجة كبيرة جدا على حد ذاتها طبعا لما نيجي نتكلم برضو عن النادي الأهلي كنادي أفريقي طبعا ده شارف الأفريقية كلها وجود النادي الأهلي في القرى أحسن نادي في القرى ودايما إحنا كأفارقة بنتعلم من النادي الأهلي مش بس في القرى ولكن في أمور تانية كتيرة زي الإدارة النادي نادي استمر على فترات طويلة جدا ويعقود كبيرة جدا وطويلة جدا بالنفس المستوى والنفس الأداء ومثالي ده يعني بيقول حاجة أن النادي الأهلي مفيش نادي هيجي زي النادي الأهلي مش محليا أو أفريقيا بس بل كمان ده دوليا النادي الأهلي نادي طبعا يحتزى به ونادي أفريقيا كلها بتشرف به تركيزر بنشكرك وقلت لي كلمة مهمة جدا قلت لي احنا كنا بنبص للنادي الأهلي كأرقام لكن بينا نشوفه مجرد كلامنا عن النادي الأهلي وواقع وبنشوف النادي الأهلي ببطلاته وبتاريخه نحب نشكرك المرة أخيلة على عائلة كايزر شيف وعائلة أماكوزي ونتمنى لكم النجاح والفوز إن شاء الله في المباراة القادمة في الويك اند اللي جاي وفي المستقبل كمان ترجمة نانسي قنقر